دعا النائب السابق عن محافظة نينوى ماجد شينغالي رئيس الوزراء لفتح تحقيق في ملف إعمار المناطق المحررة وتشكيل لجنة تحقيقية بتنسيق مع الادعاء العام لكشف جميع أبواب الصرف وقال شينغالي أن هناك مبالغ ووضعت بصندوق إعمار المناطق المحررة من خلال التقصيصات الحكومية أو تبرعات الدول المانحة بغية إعمار المناطق المحررة من زمر داعش الإرهابية مبينا أن تلك الأموال كان من المفترض أن يتم توزيعها على المحافظات المتضررة أفق نسب حسب حجم الضرر والحاجة لكل منها وضف أن هناك ازدواجية بالتعامل بملف توزيع تلك المبالغ حيث أن الكثير من تلك الأموال ذهب لمحافظات أخرى